ساعد؟ مستعب جاهز؟ جاهز جداً يلا بينا؟ توكلنا على الله يلا بينا قلت له علام لخط قال لي ما نقم لي ع السوشال لقدت له ع السوشال ايه؟ قال لي ده مصورتك وربنا يسفر موظف وحشي البنوك دعوة قلت له انا عاش حاجة قال لي ارجوك لان الموظف بها هيتئذي والموديد بيديها وعمل معنا مشكلة فانت عمل لنا فيديو قول الحقيقة اللي حصى ماكتب بدخل البنوك ساعات ايوا استاذ او صباح خير الرقم عاش مم ودهاني وش خالي او صباح خير او صباح خير اعلم بقى عمل ايه؟ اشرب سجائر فيا استاذ ممنوع اقول لهم انا تشوف لي حل محرارة اشرب سجائر يعمل الناس بتخذ منك مصر مصر اعلم بقى عارض اعلم بقى عارض الامارات الناس كلمتني يا بنك التوت وروح المغرب يا بنك التوت طب وخضا وناس كلموني يقولوني يشعادين يعمل المسلثة باسمه بنك التال والمصحب الشريع بيقولوا انك عدو الموظفين اللي في خدمة العملاء كلهم بيتجنبوا ان هما يتعاملوا مع علاء مورسي ردك ايه؟ لا صحيح صحيح ايه؟ او الله يعني لما صحيح قوي مش هتتعبني معك في الحلقة بيعرفوا ان انا انا علاء اللي بتكلم اه لا مثلا اللي بتكلم مثلا شركات التليفون مثلا وبيعرف ان انا علاء وهو مثلا عارف موضوع البنك اه ممكن يدوني انا شهر علي وشهر عليهم اه يدوني جاي زيها عشان ما اشتكيش عروض خاصة اه مساعات يدوني تليفونات اه لا اهو انا بيني وبينهم مشكلة خدمة العمل بس انت مش شايف انك يعني مزودة يا حبتين انا اتنرفز بتتجاوز اه هقولك انا انا اتنرفزت في المكالمة الشهيرة دي اه لان انا عدت ثلاث شهور مستني ورقة من موظفي الديهاني مختومة عشان انا عملت تسويت اه اه قرد العربيات فدفعت الفلوس قبل المعايد كلها اه فمستني ورقة الورقة دي اروح بيها انا بقى اخلص بيها اجراءات مرور ومش عالفية ورفع ملكية وحفظة ثلاث شهور انا بحكي كل يوم الصبح لموظف تاني وتالت الموضوع انا عارف بيقولوا ايه على المكالمة دي؟ انا مش عارف دا اتعمل بها بيقولوا انها اشهر من كل ادورك يا علي اه اه فعلا سمعت دا قبل كده اه انا انا عارف لان هي انا بشوف رد فعلها اه وبعدين في ناس اقلوا بقى ما انت ممكن دي تسريب خدمة تسريب اسرار عميل اه فانت اعمل عليهم قضية فانت مش بس سهلة قضية انا انا عارفة قضية على لي هسيبك بس من رد الفعل اه خلينا في فعلك انت نفسي الفعل انا انت كنت يعني متجاوز ولا لا لا متجاوز طبعا ايه بقى حكاية المكالمة الجديدة اه اللي بعتها لك موظف خدمة العملة كانت الشبكة راحت مني وانا برا مصر خالص اه وبعد تصل ومش عارف واقف في المطار انا مش عارف في تايلاند اه فانا لا بعرف تايلاندي ولا انجليزي ولا اي حاجة ولا عربي ولا اي حاجة وعايز اكلم الناس اللي هم اتأخروا علي الشوفير المفروض ييجي اخدني هم بتاع الانتاج عشان يوديني القتيل اه فمش عارف اوصل لهم وهم قالوا لي عند عمود رقم 13 بعتولي ما انا في مصر عند عمود رقم 13 اما ما تدخل عمود رقم 13 وقف عنده هتلاقي واحد جاي ياخدك انا وقفت بقى عند عمود 13 ده تضح ان عمود 13 ده في الدور اللي فيه وفي عمود 13 تحت طب مال برضو خدمة العمل او مالك بصدي ما انا بتصل بقى بهم بالتليفون بتاعي اه عاملوا رومنج اه هم لهم رقم بقى يقولك لما انت تيبقى برا تتصل بيجي بنا اه بتصل بقى محدش رد فين وفين واحد بقى رد اه فبقوله حضرتك انا كذا 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 قال لي معلشي مستمع كويس ده تجننني بقى اساسي مستمعني ازاي وانت شبكة هي بدأت الجملة كده بعد كده بقى دخلنا فتوتو تيتو تاتو الحاجات ما هو مش شبكتو صلاح ما مش شبكتو بس هو السي اس ما معروفين المهمة بقى حصل ايه بقى عملت في ايه عملت بقى كل الجمل المفيدة قلتهاله اه اللي انا مقدرش هنزلها لنا كمان اه طبعا وبعدين اه رجعت مصر فلايت الراجل ده بعيتلي التسجيل المكالمة اه لان المكالمات كلها بتبقى متسجيلها اه بعتها لي بقى وقعد يضحك ويهزر وبتاع والله اه ما هو اتطلح ان انا ليه ان هو برضو متابعني في المكالمات يعني اه في المواقف بس ما اشهر حاجة عندك ليك فانز خدمة العمل على فتا لا ده انا ليه صفحات على الفيسبوك رهيبة جدا اه يعني اي اه حاجة خاصة بالبنوك لو الدولار علي يقلقيهم بعتين لي انا اتصرف طيب طيب